بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا لما بتكون الحلقات حلقات يوم السبت برجعين بكل نشاط وخاصة لما نكون عن نتكلم مع أهل وأصحاب السعادة أصحاب السعادة هم اللي حياتهم بيقبلوا فيها على نعمة ربنا واللي بتفتح عليهم أبواب السعادة وهي الزواج أو كانوا حتى في الزواج وعايزين يفتحوا أبواب نعم ربنا عليهم بأن هم يستمروا في التوافق ويجددوا حياتهم الزوجية وعشان كده في حلقات أصحاب السعادة اللي بتكون يوم السبت على طول بنشتغل وبنبقى في قمة النشاط وإحنا بنتكلم عن ده وخاصة لو كنا بنتكلم عن باب جديد ممكن نتكلم فيه مع الأزواج إيه الباب الجديد ده؟ دايماً بيشتكي الأزواج والزوجات بأن احنا مش عارفين احنا عايزين ومش قادرين وعشان كده احنا بنقول لهم أنتوا لازم تكونوا متمهرين ومتأهلين وعشان كده الحاجات المهمة في الحياة الزوجية عن حولها المهارات وكأننا مستمرين في تدريب الأزواج على مهارات مهمة جداً جداً في الحياة الزوجية هنبتدي إزاي؟ هنبتدي في هذا التدريب وفي هذا التأهيل بحاجة اسمها هرم الحب إيه هرم الحب ده؟ هرم الحب ده وقت بيتكون من أربع أضلاع زي ما أنتوا عارفين الضلع الأولاني هو ضلع الأمان مفيش حد بيحب حد ما يأمنوش الضلع التاني ضلع الاهتمام مفيش حد ما بيحبش حد ما يخصص لهش وقت ويحسسه بأنه هو أهم حاجة في حياته ومفيش كمان حد بيحب حد ما بيبذلش كل وسائل الاحترام وكمان آخر ضلع ما ينفعش إن حد بيحب حد وما يقدروش أمان اهتمام احترام تأدير تعالوا بقى نتكلم عن أول مهارة ومهارة ما فيش زوج ولا زوجة إلا هم محتاجين إن حد يحسسهم بأنه هو عنده هذه المهارة وقادر يعيش بها معه والمهارة دي متاخدة من أول ضلع والضلع الأمان وهي مهارة ايه؟ التأمين الزواجي مش التأمين على الحياة ولا التأمين على الممتلكات لكن التأمين الزواجي إن الزوج إن شريك الحياة الزوج والزوجة يكونوا قادرين على إن هم يوصلوا الشعور بالأمان لشريك حياته ودي مهارة من أهم المهارات اللي موجودة في الحياة الزوجية ان الزوج ولا الزوجة لما يبقوا موجودين احس بان انا مش خايف احس ان انا مش حزين احس ان انا مش غضبان انا احس ان انا مرتاح احس ان انا في امان ودي مهارة في غاية الاهمية وعشان كده تعالوا نسأل نفسنا هو ايه اكبر تهديدات بتكون في الحياة الزوجية وازاي التأمين ده بيبعد هذي التهديدات عن حياتنا عندنا سبع تهديدات هي التهديدات الكبرى في الجواز اول حاجة الانتقاد الرسال اللي عامل زي الكرباك ده تاني حاجة اللوم حاجة بتخلي الواحد حاسس ان هو ما فيش فايدة الشكوى الشكوى ديت اللي بتحسسه ان هو بتهدي كل حاجة الحاجة الرابعة والتهديد الرابع الغضب النار بقى النار اللي بتشعل في البيت فمش تحلق الستاير وتحلق الانترير لا تحلق القلوب الغضب الحاجة الخامسة الحاجة غريبة او المقارنة ان هو يقارن ما بين شريك حياته سواء هي تقارن ما بينه وبين جزختها او تقارن ما بينه وبين ابوها او هو يقارن ما بينها وبين حد تاني من زوجات اخوها او اي حد تاني طيب الحاجة الستة التهديد التهديد لو ما عملتش كده طلقني انت لو عملت كده هطلقك التهديد الحاجة السبعة العقاب السبعة حاجات دي محتاجين مهارة عشان نتخلص بقى من كل ده وعشان يبقى عندنا مهارة دي المهارة ليه عناصر وفيها شوية حاجات بنعملها اول حاجة في المهارة دي اول سلوك المهارة ديته هو سلوك ظاهر منضبط يمكن قياسه طب المهارة دي زي ايه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ييجي يقول لي السيدة عائشة يقول لها يا عائشة مثل احبك في قلبي كمثل العقدة حضرت النبي كان عايز يقول لها ايه هي دي مهارة الامان وزيك السيدة عائشة من وقت للتاني تقول له كيف حل العقدة يا رسول الله يقول لها كما هي ايه بقى اول سلوك في هذه المهارة التأكيد على ابدية الحب يعني ايه التأكيد على ابدية الحب انه طول الوقت بيحسسها انه حبه ابدي لدرجة ان حضرت النبي يحسس بدا فيعلم الناس انه حبه الابدي ده يفضل حتى بعد وفاة الزوجة ساعات الستات تجي تقول للازواج هو انا لو موت هتتجوز هي عايزة تقول له ايه هو انا لو موت هتنساني هو انا لو موت على خلاص الحب اللي بيننا هيضيع وانتهي وهو اسعد اوليل بس اوليل الرجال اللي يسألوا الكلام ده فالزايك احنا طول الوقت عشان نأمن الزوجة او نأمن الزوج لازم نحسسه دايما بابدية الحب ان الحب ده مش هيتغير هيفضل طول الوقت نعمله ازاي فيه سلوك لطيف كده او ممكن نعمله ان احنا دايما نشترك في التفكير في مستقبل الاسرة في المستقبل في مستقبل الاسرة فلما يحصل كده ان احنا بنتكلم في مستقبل الاسرة وبنشترك في تا فنحس اه احنا لسه عايشين مع بعض وهنفضل عايشين مع بعض وخاصة لو الكلام عن المستقبل مش بس بتاع السنة الجاية لكن لخمس سنين قدام او لعشر سنين قدام استخدام برضو التعبيرات اللي بتدل على ابادية الحب وبلاش بالله عليكم ان انت تسميه ابو العيال وهو يسميك امو العيال لان ساعة ما العيال هيكبره الحب عايخلص لكن تقول له ايه روحي حبيبي والكلام اللي فيه دلالة على اتصال حبكم ببعض طول الوقت ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم عن حبه للسيدة خديجة بانه شيء مستمر ومش بينتهي ابدا يبقى اول مهارة تعالوا نرجع مع بعض ويريد نجيب ورق ورق او قلم ونكتب مع بعض اول مهارة اول سلوك في المهارة دي هو التأكيد على ابدية الحب ان الحب دوت ابدي مش هيخلص المهارة التانية ودي المهارة المهمة جدا جدا مداومة السناء ايه ده يعني ايه يعني ليه مداومة السناء ما جايز كده الواحد يكتب لا مش هتكتب داوم السناء لان مداومة السناء بتحسس لقدامك ان انت هو شيء مهم بالنسبة لك ومداومة السناء ده بتخليه حاسس ان هو مطمئن لان مداومة السناء بتحسسه ان هو ما قلش في عينك ان هو ما قلش في عينها وهي ما قلتش في عينه وعشان كده يعني ايه مداومة السناء اول حاجة في مداومة السناء عشان المساءلة تبقى واضحة ان هو يحسسها بان هي مالية حياته وهي تحسسه بان هو مالي حياته وكمان تحسسه بالاكتفاء وعندنا امارة كده عشان انك انت تكون مدومي السناء يعني حاجة زي بيقول ازاي اعرف ان السناء ده في اعلى درجات وصل الى المطلوب منه ان هو يحس ان هو بطالها وان هي تحس ان هي امرته فتحس فهو يحس ان هو ملع انيها ويتحس ان هي ملع يا قلبه وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بابي وام يقول له من احب الناس اليك يقول عائشة تخيل كده السيدة عائشة ايه اللي حاصل ويا سمع الكلام ده ولا تحدثون عن عائشة فلا يأتين الوحي الا وانا في حجرها خلاص مداومة السناء دوت يخلي حبيبك حاسس ان هو في امان ليه في معضلة غريبة كدا جدا جدا وخاصة عند الستات مدام هو بيمدحني يبقى انا حلوة في عينه ومدام انا حلوة في عينه عينه احتمال كبير ما تشوفش غيري طيب مدام هي بتصني علي يبقى الحمد لله انا حاسس بمكانتي وبرجلتي عندها فانا هفضل دايما انا الحامي بتاعها وانا سندها وظهرها السلوك التالت يبقى اول سلوك نرجع تاني نقول كده اول سلوك كان ايه التأكيد على ابداية الحب تاني سلوك مدامة السناء على شريك الحياة السلوك التالت بقى وده سلوك مهم جدا جدا الدفاع عن شريك الحياة امام نقد الاخرين يعني ايه يعني اتدافع عن زوجتك لو حد انتقدها حتى لو كان اهلها تخيل يعني حتى لو كان اهلها ايه اللي حاصل ببساطة خالص تدافع عنها دافع عنها قدام امه لو اممتها بتنتقدها لو اختها بتنتقدها وانت تدافع عنه لو كان اخوه بيقول ان هو بيتكلم عن تاريخه تقول لا بس هو رجل طيب ده حبيبي ده ما ده رجل شاهم ورجل محترم ورجل يبقى كل واحد بيدافع عن شريك حياته امام الاخرين واكتر حاجة بيتحبها خاصة الستات انه يدافع عنها حتى مع نفسه تقول تساعدت تجي تقول له انت بتقول ايه عني مع نفسك لا انا مش ممكن ابدا افكر فيك كده يا سلام هي تحس ان هي في امان لانه دافع عنها حتى في نفسه الحاجة الرابعة والسلوك الرابع بقى الانتظام الاقتصادي يعني ايه يعني ايه الانتظام الاقتصادي ان البيت يبقى مستقر اقتصادية يعني كل ما يتيجي مرحلة نتفق عليها ونقعد ونتفق عليها ونتكلم مع بعض الانتظام الاقتصادي ومعرفة الامور وان احنا نقعد مع بعض ونتكلم في الماليات ده شيء مهم جدا للتأمين الزواجي رقم خمسة ادارة الغضب يا الله على ادارة الغضب ده بقى ادارة الغضب دي من اهم الحاجات اللي بتحسس شريك الحياة بان هو في امان سواء من الزوج او الزوجة في بعض ازواج يبقوا ممتظمين كده هو لما هيغضب هيعمل ايه هي لما تغضب هيعمل ايه فلما يمسك نفسه ويبرد نفسه واحنا عندنا في ادارة الغضب بسواءة اجراءات كتيرة منها مثلا تأجيل الكلام بس تأجيل الكلام لموعد هنرجع عليه تاني بس ده وتلازم نعمله يبقى ادارة الغضب لو قدر يدير الغضب واحنا محتاجين ان احنا نتكلم في كل نقطة من النقاط دي تخيلوا نتكلم فيها في حلقة مستقلة فاحنا ايه اللي حاصل احنا نتكلم وهنشوف بقى احنا نحتاج ان احنا في كل حلقة ناخد كل عنصب من عناصر دي عشان نمتنه يبقى ادارة الغضب رقم خمسة ادارة الغضب اخر حاجة الانطمئنان بشكل دائم الانطمئنان بشكل دائم على مين على شرك الحياة يعني ايه اللي اطمئنان بشكل دائم يتصل بيها كتير تتصل بيه كتير مش معنى كتير ان هي تزعجه لكن مفيش يوم يعدي الا هو هي بتتصل بيه في حصه يوم وهو بيتصل بيها عشان يطمئنه على بعض ما تتصورش الاتصال دا لما بيكون بشكل منتظم يعني ايه مش لازم في نفس الوقت يعني بيحصل بشكل منتظم مرة ولا مرتين ايه اللي بيحصل في قلب شركة الحياة ايه اللي بيحصل في قلب شركة الحياة بيحسوا فعلا انه هو في امان محميين الاتصال دا وان كانت كلمتين لكن الاتصال دا بيينزل زي زي الماء البارد على القلب الملتهب يهديه ويريحه ويطمنه ويبقى الاتمئنان مجرد مش الاتمئنان انت عاملتي كويسة وانت عملت كذا 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 ولا اتصلت بكذا كذا كذا لا اتمئنان مجرد بس ازايك انا كنت بتمئن عليك وبس ويقفل التليفون انا بتمئن عليك وبس وتقفل التليفون وكتير من الاحيان محتاجين اتمئنة بشكل خاص في وقت الازمات ووقت المشكلات ان ايه اللي حاصل ان في وقت الازمات ومشكلات نطم من شريك الحياة وعشان كده لازم احنا طول الوقت نعمل كده كمان من الحاجات المهمة حاجة مهمة جدا 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 الايه التبشير ان هو دائما ينشر الامل رقم سبعة واخر خطوة بقى احنا عندنا في هذا الموضوع ده وخطوة مهمة جدا جدا الوضوح والشفافية وعدم اخفاء العناصر المهمة في الحياة ليه طيب لان عدم اخفاء العناصر المهمة دي ويبادل بالاخبار يعني ما ينتظرش غلما تزنق ويروح يخبر لا ده هو يعمل ايه هو يبادل بنفسه والتأكيد على ان التغيرات في الحياة مش هتخلل اللي بيننا لكن التغيرات في الحياة هتقرب من بيننا تعالوا نستعرض كده بسرعة السبع السبع سلوكيات اللي احنا بنقول ان لو واحد عملها هيحس بالامانة يحس مع شرك حياته بالامانة والله الناس لو انتم بصوا اعرضوا وانا باتكلم دلوقتي السبع حاجات دي على قلوبكم لو ان الشرك الحياة بيعمل كده ومش على فكرة مش هينفع ان الشرك الحياة هو بس اللي يعمله احنا كمان محتاجين احنا نعمله تعالوا نعود وناخد الدرس ده وناخد الكرسي ده وناخد التدريب ده ونتكلم عنه اول حاجة نأكد على ابدية الحب انا احبك طول حياتي الحاجة التانية لازم نداوم على السناء يعني لا ااطع ولا ممنوع دائما 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 على طول دائما على طول يبقى التأكيد على ابدية الحب تاني حاجة مدومة السناء تالت حاجة الدفاع عن الدفاع عن شركة الحياة امام نقد الاخرين رابع حاجة الانتظام الاقتصادي لان الانتظام الاقتصادي لو مش موجود بيحصل قلق خامس حاجة ادارة الغضب ان احنا ندير غضبنا واحنا بنتعامل سادس حاجة اللي اطمئنان بشكل دائم على شريك الحياة واطمئنان مجرد السابع حاجة واخر حاجة الوضوحه الشفافية لان الوضوحه الشفافية بتخلي شريك الحياة حاسس انه هو في امان في كتير من الستات بتعتبر ان اللي يخبي يكذب واللي يكذب يخون وعشان كده لازم تبقى فيه وضوحه الشفافية وانأكد دائما على ان التغيرات الموجودة في الحياة مش هتغير الحب اللي بنا لو عملنا كده عن اتبع سنة رسول الله عليه وسلم واللي احنا بنعمله دوت ان الانسان هو دوت كلام حضرة النبي اللي قاله كلكم راعن وكلكم مسؤول عن راعياتي الرجل راعن وهو مسؤول عن راعياتي والمرأة راعية راعية وهو مسؤولة راعية في بيت زوجها وهو مسؤولة عن راعياتي وعشان كده استوصب النساء خيرة وفي نفس الوقت امر المرأة بالطاعة النبيلة عشان كله يحس بالامان نعم منظومة عجيبة ولكن تحتاج لتدريب وتحتاج لمهارة على السبع السلوكيات اللي احنا ذكرناهم يا رب الهمنا المدد وجعلنا يا رب على قدر نظرك الينا ان احنا نتدرب ونتعلم ازاي كل واحد فينا يكون امان لشريك حياته يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين بعد الفاصل عنا نلتقي عشان نتلقى السئلاتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة ومنخصص لها وقت عشان نعرضها على حضراتكم ونعرض كمان اجوبتنا عليها ويظل الجسر المنور بنا دايما وما تدقفش مجالس العلم ونفضل في نظر الله سبحانه وتعالى ونفضل في حضرته سبحانه وتعالى اول سؤال اللي عن عرضه النهاردة من السيد سليمان من جنوب السنية استاذ سليمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحديدك طيب وكل احبابك وكل مشاهدين ربنا نعيد حبابك وعلى الجميع الايام بخير يا رب يا رب ان شاء الله امين يا رب تفضل يا سيد سليمان سؤالك الله يخليك يا فندم انا بكلم حضرتك من الطول من جنوب السنة اهلا وسهلا اهلنا واحبابنا اهلا بك يا الله يخليك يا فندم هو السؤال حضرتك احنا بيجي شعر رجب كل سنوح حضرت طيب ونصوم اثنين وخميس رجب وشعبان طيب هل في الصوم اثنين وخميس رجب بقولك ايه ما تخصش رجب لوحده او شعبان لوحده او او انا مسلا بصومش الايام العادية دايما انا بحبك دايما دايما طيب تفضل هل هنا فيه تعارض ولا ايه انا اقول لحضرتك اقول لحضرتك حوله بيجي رجب حضرتك كل سنوح طيب وحضرتك طيب فندم باخد اثنين وخميس معايا وفي شعبان نفس بقصة ادخل عرمضان واخد اثنين وخميس من الشهار ده من الشهار الله حاضر انا اقول لحضرتك حاجة فيه مقولة بقى تقولك لا اثنين وخميس ما بتخصش رجب لوحده يعني كده فمش عارف الرجب طيب اقول لحضرتك حاجة اول حاجة احنا عندنا شوية حاجات يعني ابتلين بيها في هذه الفترة او اول حاجة ان الناس تفتي بغير علم الحاجة التانية المصيبة ان الناس تضيق على الناس طاعة الله الحاجة التالتة والمصيبة والكبيرة ان في الحقيقة في بالو عندنا ان الحديث وده كله فساد عريض كل ده كذب سيد سليمان بشكل واضح استمر في صيام الاتنين والخميس في رجب وفي شعبان وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى سيزيد في ثوابك اذا صمت هذا بقصد ان انت تعظم ما عظمه الله شهر رجب شهر معظم عند الله واحنا عندنا ان الثواب بيزيد اذا ارتبط بالاوقات العظيمة والثواب يزيد اذا ارتبط بالاماكن العظيمة فشهر رجب شهر عظيم عند الله والدليل على ذلك انه من الاشهر الحرم وشهر رجب كمان شهر عظيم عند الله والدليل على ذلك ان ربنا اختصوا برحلة من من عجائب ومن معجزات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الاسراء والمعراض يبقى اذا هذا الشهر شهر فريد واحنا لو عندنا حديث ان شهر رجب شهر الله وشهر شعبان شهر النبي وشهر رمضان شهر الامة فهذا الحديث ليس في الباب غيره حتى وان قيله بضعفي وهذا غير صحيحة هناك من الامة ممن حسنه يبقى ايه حاصل يبقى الحديث ده بدل ما فيش في الباب غيره والحديث ده اصلا له اصل وان شهر رجب شهر شهر حرام وان شهر شعبان تحولت فيه القبلة فهذه اشهر خصها الله بمعجزات لم يختص بها الاشهر السابق فيبقى ايه حاصل فهي اشهر معظمة عند الله يبقى احنا لما بنسوم في شهر رجب احنا بنعظم شعائر الله ولما نسوم في شهر رجب احنا بنعمل على اصل من اصول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه الاكثار من الصوم وان صيام الاثنين والخميس مشروع لكن يجي بقى واحد شوف شوف ماذا السماج يعني اناسف اناسف ماذا سماجة التفكير يجي واحد يتعمد ان هو يقولك لا ما تسومش اثنين وخميس انهم بنصمهم في كل السنة ليه لان ما وردش حديث في خصوص عبادة بعينها في شهر رجب بالعكس معنى ان هذا الشهر من الاشهر الحرم المعظم عند الله فالله سبحانه تعالى يحب ان يعظمها العباد بالعبادات وهذا ما عليه العلماء ولذلك تروح بال مثلا للكلام لكتاب زي لطائف المعارف للحافظ ابن رجب تلاقي بيتكلم عن عبادات كثيرة في شهر الرجب طب الايام ما كانوش واخدين بالهم لا الايام ما كانوا واخدين بالهم بس هؤلاء الناس منهجهم منهج فاسد منهجهم منهج غير محرر منهجهم لا يعرفون ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نذكر الله ذكرا كثيرا منهجهم مش قادرين يحس بقوله صلى الله عليه وسلم الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فان الله يحب الصوم حضرة النبي لما حب يحتفل بمولده احتفل بالصوم يعني ايه يعني احتفل بالعبادة وكل من سيعبد الله في مولد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماشي على خطى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صوم يا سيد سليمان وبنؤمر الناس تصوم وانا عايز اقول للناس بس يعني انتو عندكم مشكلة من ان الناس تفرح بالله سبحانه وتعالى من الشهر اسألكم سؤال مش شهر رجب ده شهر النفحات اليس انه فرض فيه الصلاة واسري وعرج بحضرة النبي مش ده نفحة عظيمة الا لله في ايام دهركم للنفحات بالله عليكم افرحوا بمواسم الله وكثروا من العبادة وكثروا من الصوم وانا اقول لكم حاجة فيه تلات حاجات فيه اربع حاجات مجربة تتعمل في شهر الرجب ايه يا سيدي قالك شهر الرجب بيحب الصوم وشهر الرجب بيحب ايه تاني يا سيدي وشهر الرجب كمان بيحب التوبة عشان تتوب وبعدين تستعد وتغير قلبك وتحول قلبك وإيه اللي يحصل فتكون جاهز في شهر الرمضان لتجليات الرحمن يبقى التوبة وإيه تاني والصوم وإيه تاني والتعلم وإيه تاني والصدقات كسر من هذا يا سيد سليمان وما تسمعش لهؤلاء الناس الذين يصدون عن سبيل الله نعم معانا الأستاذ أيمان من اليوبية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمع انت فضلت الشيخ انا كان والدتي مدياني مبلغ من الماء طيب فكانت مدياني مبلغ من الماء على سبيل ايه على سبيل اللي مسلا كان عندنا حتة بيت شركة ناخواتي طيب فانا قلت له يا حزة انا مش هادر اللي انا سيد ايه صاحب الملت فاديتك الفلوس دي اتساعدك ت exatamente طيب هيكل لاخد فلوس ملت ويبقى لك زائل زيهم قلت له يا حزة انا مش هادرسيد انا عزب على الله ومش هادرسيد ويبقى لاخواتك زيهم نعم يعني قالت لاخد الفلوس دي وهيبقى لاخواتك زيهم له لا يبقى لاخواتك يبقى انت ايه الشارع زيك جاي اخواتك. مكتبش حق اكل اخواتك. طيب كامل يا استاذ زيب. قلت لها طيب يا اما انا ما معايش اللي انا مسلا اسدك. ايه اما ربنا فرجع عليك ايه ابقى سددهم. طيب وبعدين. فجد فجد تعبت. اه وانا بقيت اجري بيها. يعني اعز عليك بجري بيها. اتعز بجري بيها. طيب. وجد اتوفق. طيب. اه وانا يعني على ادي ما معايش. فانا شايل الزنب ولا عمل ايه? ولا انت شايل الزنب ولا حاجة. بص يا سيد ايمن. ولدتك لما اديتك الفلوس دي. اما التعبير بتاعها ده. ان التعبير ايه? لما يجي لك فلوس ابقى سدد. ابقى الديني ابقى الديني الفلوس دي. لو هي قالت لك كده. وهي تقصد ان انت متشايلش هم الفلوس يعني اخد الفلوس دي. واذا جات لك فلوس ابقى هديني زي ما انا هديتك. ازا كان المقصد كده ان الفلوس دي لما يجي لك فلوس ابقى سددها ويكون مقصدها ان هي تقول لك ايه انا زي ما هديتك الفلوس دي. ايه بقى انت لما تجي لك الفلوس ابقى هديني. ليه طيب? لان هي بتقول ايه? ان الفلوس دي هي مش محتاجاها ازا كنت انت معاكش فلوس. يبقى معنا كده ان هي اديتك الفلوس دي على سبيل الهبة اذا كان ده المقصد لكن اذا كان مقصدها فعلا ان هي بتدي لك الفلوس ولما يجي لك الفلوس تأسطهم لها او تدهم لها شيء في شيء الفلوس دي هتتحول لتركها مراس طيب طب وها تعمل ايه ان هي بدل كانت ايلالك كده وهي خلاص انتقنت فلوس دي وتحولت الى مراس وخلاص تتوزع على الورث طيب ايه الراجح في ده الراجح في ده ان المصنين في الغالب بيستخدموا العبارة دي عشان يحفظوا كرامة من يعطوه هذا الفلوس فهو في الغالب بيستخدموا التعبير ده بيستخدموا التعبير ده للتعبير عن التصدق والتعبير عن الهبة بس الهبة اللي بتحفظ كرامة الانسان اللي قدامه يا سيدي خد الفلوس دي ولما يجي لك فلوس بقى سددها هو ايه اللي حاصل هو مش مستني ان الفلوس دي سددها فاذا كان ده واحنا ما عندناش وسيلة نتعرف على ده فالاعراف المصرية بتقول كده بتقول ايه ان لما واحد يدي فلوس لحد ويقوله يا سيدي لما يجي ولازم يقول كده لما يجي لك يا سيدي فلوس بقى معنى كده ايه ان لو ما جلوش فلوس الا يحصل مش هيسددها لكن في بعض الاحيان بيقوله يا سيدي لما يجي لك فلوس بقى سددها وانا منتظر يا سيدي يبقى بس ايه يعني سنة قداما لما يربطها دي عراف المصرية لما يربطها بسنة او اتنين او تلاتة يبقى هو مدهاله على سبيل القرد يبقى مدهاله على ايه سبيل القرد انت سألته سؤال تاني السؤال ده كان الاهم انت سألته سؤال تاني كونك ما سددتش الفلوس دي لامك لانه لولدتك الله يرحمها ويجعلها في فسيح الجنات كونك ما سددتش الفلوس دي لان انت معكش فلوس لا ليس عليك اس لان هي هي التي قالت لك خذ هذه الاموال واعمل بها كده وهي كانت اصدى ان هي تساعدك عشان تبقى زي اخواتك فليس عليك اس والامر زي ما انا قلتولك كده بالضبط معنا مين معنا السيدة امو احمد تتفضل امو احمد ايوان سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة تتفضل يا حضراتي ازايك يا ام الشيخ نعم وفضل الحمد لله كل سنة انت طيب وانت طيبة وسائر المسلمين يا رب من فضلك انا عندي سؤاليك انا ست كبير ومن فضلك انا عندي طلب ان حضلك بس تتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفول لو تكرمتي علي حاضرة ايوة السؤال الاولاني السؤال الاولاني بنتي متجوزة وبتجيب لي حاجات وبتديني فلوس وبتساعدني بس ما بتقولش لجوزة هل ده حرام ولا حلال طيب ده السؤال الاولاني السؤال التاني التاني انا بينسى بيفوت علي الفجر اعمل ايه بيفوت عليك الفجر اقول شوية واقوم اصلي الاقي النهار تلا طيب لان انت يعني ما بتقدريش ده لان انت بيبقى بيفوت عليك لان انت بتبقى مستغلقة في النوم وكمان عشان السن هل ده صحيح؟ نوم عايزة اقوم اصلي اقول شوية كده الاقي النهار تلا طيب طيب اعجابها بتجبلك الحاجات دي متوقفة علبنتك عندها مصدر من المال السؤال ده المفروض بنتك اللي تسأله مش انتي اللي تسألي يعني ايه بنتك اللي تسأله بنتك لو كانت بتاخد الفلوس دي عندها مصروف عندها بتشتغل عندها مصدر من المصادر والمصادر دي الفلوس دي بتدخل وهي يعني مصدر للكسب خاص بيها عندها فلوسها بتشتغل وكمان بتعمل كمان او عندها مصروف بيدهولها زوجها اللي هو مصروف ايدها وبتديلك من الفلوس اللي اكتسبتها بشكل صحيح لا معليهاش انت معلكيش اسم طب زوجتك بقى بنتك بقى هل لازم تقول لجزة طبعا من حسن العشر ان هي تقول لجزة طب واذا كنت انت محتاجة وشايفة ان ده ممكن يوجر صادره هي لها زمتة مالية مستقلة فاذا تصرفت في مالها لا تأسب لكن الاساس ان هي تخبر زوجها من باب حسن العشرة احنا مش عندنا ده حقه ولا مش حقه لا دي مالها الخاص مالها الخاص نعم وهي بتديك من مالها الخاص فاذا هي اديتك من مالها الخاص فلا يجب عليها لا يجب عليها الاخبار ولكن من الافضل ومن ينبغي انها تعمل كده عشان زوجها ما يحسش انها بتعمل حياة من وراه وبتخبي عنه لانها نفس الكلام هيكون بينهم وهم بالتبادل فاذا هي ليس عليها اسم وانت معلكيش اسم اما مسألة ان انت حضرتك ما بتقدريش تصحي مع صلاة الفجر لسبب سن حضرتك فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى انت هتحاول تكتهدي وتصحي في الفجر ما استطعتيش اول ما تصحي ولو مع النهار صلي صلاة الفجر وان شاء الله ربنا يقبل منك استاذ حسام يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك فضلت الشيخ نعم وفضل الحمد لله الله يرضى عنكم مسيدي انا عاوز اشكر وزارة الصحة استجابت لي امانت الله فعملية كانت بتكلفة جمدة بصراحة وعملت علينا فائدة الدولة في الشيخ زايد التخصص امانت الله لسا عاملها بالزبط بقى لست ايام الحمد لله رب العالمين بصراحة ما اصروش معانا الناس اللي بيقعدوا وتكلموا بصراحة الحكومة ما بتقصرش ما بيكون في مجال ما بيقصروش بأمانت الله الحمد لله احنا عندنا دولة كمان عندها مشروع اسمها قوام الانتظار بتحاول تتخلص من كل قوام الانتظار ان شاء الله ربنا يتمموا على خير ان شاء الله اتفضل حضيك سؤالك الحمد لله انا بعد ما عمدت العملية وهم الدكتورون نصحون انا كنت مدخن من 35 سنة بصراحة الحمد لله ربنا تاب علينا فلاص الحمد لله انا يعني ده قطرة نصحتنا اللي انا ابطل وفعلا بطلت الحمد لله والله رب العالمين يعني بس فيه كده رسالة باللعلك انا اقول انا انا باخد تكافل وكرامة 450 يعني مع المعيشة الغالية دي انا نبس بس تزيد شوية طب خليني بس اقول يا خليني اقول لها بس يعني اذا كانت المسألة هي طلب ان يزيد هذا الامر انا اظن ان كل الحياة دي بتدرس وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الامور ان شاء الله في يسر وتيسير وان شاء الله يتم هذا الامر في اسرع وقت ممكن استاذ محمد من المينيا السلام عليكم عليكم استلام عليكم احنا تفضل استاذ محمد ازاك اما اوليانا نعمة وفضل الحمد لله الله عزاك اما اوليانا وفي سؤالين حضرتك تفضل استاذ محمد جزاك الله خير كان في مشكلة حصلت مع زوجة اخوية انها كلمت حد وكده فجينا احنا عارفنا يعني وكده فطرقها مرضات اللي يعني عشان نجوزها معرفش وتحصل مشكلة وخرابت بوت احنا اسكتنا وهي توعدت يعني بينها وبالربنا ان هي مفيش حاجة تحصل من كلام دوت وكده يعني انا طلعت مني كم مشاعر يعني هذا خطع مني او حياة فقلت لاخوية يعني خلي بيديك على بيتك وكده اجي بعد كده هو قلت لاخوك يعني زعل مننا معلش معلش سيد محمد انت قلت لاخوك خلي دير بالك على بيتك يعني خلي بالك على بيتك اه بالضبط فهو بيقول بعد كده هو بيتحاسبا فينا بجا ويقول النطل اللي قلته الكلام دوت والحق التانية ان احنا خفنا يعني على الخراب البيوت والحق التانية تجدير والدها ان راي الكبير وراي المحترم فهي قالت يعني ان انا خطأته ومش يحصل كلام بات تانية وكده هكذا كانت مكالمة تلفونية السؤال الده هل كده يعني احنا ازنابنا او احنا شاركنا بحاجة خطأ يعني طيب يا جاوبك السؤال ده فيه سؤال تاني حضرتك قلت السؤال تاني السؤال التاني حضرتك احنا تمام حضرتك لنا ورش سيد محمد بس كانت لازم اقول لك من اولة الصال ممكن حضرتك توطي التلفزيون شوية وتسمعني من التلفون لو تكرمت علي تمام حضرتك تسيبوا نصبكم من رأس والدكم في البيت عشان يفضل البيت موجود وما يتباعش ولا هي كمان يحصل لها اي مشكلة صح كده لا هو ما فيش مشكلة هي عايزانا احنا عايزانا احنا نسيبوا لاخواتنا الصغيرين عشان هم مش موظفين طيب خلاص انا اجاوب على حضرتك على السؤالين يا استاذ محمد السؤال الاولان يا استاذ محمد بالعكس انتو عمل صالح وان شاء الله ربنا يكتب لكم في ميزان حسناتكم ومن سترى مسلما ستراه في الدنيا ستراه الله يوم القيام بس انا الطريقة اللي انت قلت بيها الكلام ده لاخوك خلي بالك هتخليني يا اقلق ان اخوك لو ضغط عليك وقال لك شوية كلام ممكن يدايقك انت ممكن تقول الحكاية لو قلت الحكاية يبقى حرام عليك خلي بالك يبقى انت واجب عليك الساتر وخاصة احنا بنتكلم على انها كانت مكالمة فواجب عليك الساتر وحسكم عنكم انا بقول لكم اهو ان انتو تتعاملوا معاها على ان هي معاملة الزناه انت ما حصارش الكلام ده يعني انت شهوريا وقلبيا مش من حقك تعمل كده هي اخطأت اخطأت عملت خطأ عملت خطأ بس الخطأ ده لا يعني ان احنا نزلها لكن هي خطأ والتوب الى الله وناخد عليها العهود ان هي ما تكررش ده مرة تانية بس مش معنى كده ان زوجها يلاحظ ان انتو بتعملوها كأنها شخص ملوس خلي بالكم عشان بس ايه نتقل لا لان الرسول لا قال لهم ايه لقد تابت ده كمان في الزنا مش في ان واحد حد لا ده في الزنا بقى في الحاجة الكبيرة لقد تابت توبتة لو وزعت على اهل المدينة او على سبعين من اهل المدينة لكفاته دي اول حاجة حاجة تانية مسألة والدتك لا انت ما يجبش عليكم ان انتوا اسمعوا الكلام ده لان بر الولدين بيكون فيما يخصهم لا فيما يخصكم يعني ايه يعني ملكوكم لهذا المال ده من حقكم ان انتوا تصرفوا فيه ومش واجب عليكم ان انتوا تتنزلوا عليه لاخواتكم الصغيرين الا اذا كان عندكم ساعة فبتعملوا الكلام ده من قبيل تأليف القلوب ومن قبيل التصدق لكن لو واحد محتاج للفلوس دي او غير محتاج ده ملكوكم تتصرفوا فيه كيفما شئتم فاذا ما عملتوش ده لا تكونوا قاسمين يا سادة النهاردة تكلمنا عن معنى مهمة او اوي في حياتنا ازاي كل واحد فينا يكون امان لشريك حياته واولى الناس فاكرين حديث رسول الله سام المؤمن ومن امناه الناس يعني عايز تبقى مؤمن حق كون امان لحواليك واول حد واهم حد لازم تكون انت امان عليه اهل بيتك واهم حد لازم تكون امان عليه زوجك او زوجتك لازم تكونوا امان لبعض احنا قلنا خطوات لو مشيني عليها الكلام ده وقتها يحصل خلونا نمشي على هذا المنهج ونسير في هذا الطريق نسير في هذا الطريق ونأكد على كل اللي احنا اتكلمنا عنه من ابدية الحب ومن مدومة السناء ومن الكلام بالاطمئنان والكلام عن الانتظام الاقتصادي والكلام كمان عن ان احنا طول الوقت نضير غضبنا وكمان لازم نكون في وضوحه شفافية اذا عملنا ده اظن ان احنا يكون عندنا حالة من حالات الامان في البيوت والبيوت اذا تمالت امان البيوت دي بتكون محل نظر الله البيوت اذا تمالت امان تبقى اكد بيوت في حضرة الرحمن البيوت اذا تمالت امان اكيد ده من باب الاحسان يا رب لهمنا التوفيق والسداد والمدد عشان بيوتنا تكون محل نظرك على الدوام يا رب العالمين ونشرب من كأس مددك اللي قلتنا فيه واجعل بينكم مودة ورحمة يا رب اجعلنا سبب للرحمة وسبب لامان شركاء حياتنا عشان بيوتنا تبقى قبلها للسعادة الا حضرتك يا مولانا تتفضل بيها علينا وتشرح صدرنا بيها يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اجعلنا امانا في بيوتنا على الدوام وفي كل وقت وحين يا رب العالمين